شهر رمضان أيامٌ معدودات وما يُعدُّ فإنه سريعُ الزوال وإن شهركم هذا قد كشف لكم عن حاله وبيَّن لكم سرعة انتقاله فها أنتم عباد الله قد ودَّعتم الثلوث الأول منه واليوم تُودِّعون ثلوث الثلوث الثاني منه وما هي إلا أيام وتكونون قد ودَّعتمه وإني أذكر نفسي وإخواني جميعا بحالنا في العام الماضي عندما نسلَّمنا شهر رمضان ونحن لا نشعر وكنا قد قصَّرنا فيه فندمنا غاية الندم وأنبنا أنفسنا على التقصير وأخذنا العهود على أنفسنا أنّا إذا أدركنا شهر رمضان فإنّا سنفعل ونفعل وقد امتنَّ الله علينا فأمدَّ في أعمارنا وأدركنا شهرنا وأوشكنا أن نبلُغ منتصفه فماذا عملنا في ممضى من أيامه هذه الأيام التي ودَّعناها هل بالخير أودعناها أم أنّا تركنا الخير فيها وقصَّرنا فلنُحاسِب أنفسنا معاشر الفضل ولننظر في حالنا ولنأتسِب نبينا صلى الله عليه وسلم وبالصالحين من هذه الأمة فإنهم كانوا كلما نقصت أيام الشهر كلما زادوا في العمل وكان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يعظم اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان فعلينا عباد الله أن نُضاعف من أعمالنا وأن نبذُل جهدنا فإن الواحد منا قد أدرك هذا الشهر لكنه لا يدري هل يدركه مرة أخرى أو لا يدرك ترجمة نانسي قنقر